بالأرقام كيف انعكست هذه الأزمة بالأرقام الشرائية أكيد بضعف الإدرس الشرائية تبع المواطنين يعني بارتفاع الدولار تقريبا عام 15 مرة بظرف السنة ونص صار فيه انخفاض كتير كبير بحجم الأعمال تبع سوبر ماركت يعني طرعا انخفاض تقريبا حوالي 80% بحجم أعمالنا يعني المواطنين استغنوا عن 80% من مشترياتهم اللي كانوا يشترواها بالماضي وأكيد اتجهوا للأشياء اللي بيقدروا يدفعوا حقها يعني كل أشياء سنوية تمنقول لوكس يعني بس مش أشياء أساسية لكن سنوية نوعا ما ما بقى عب تنشرها عب يتركز على الأشياء الأساسية الأساسية يعني مثل ما شفنا هي الحبوب بالرغم من غليها يعني الناس مضطرة أنه تشتري الرز والعدس والفاصوليا وأكيد الفواكي والخضرة يلي كمان ارتفاعها إجا بالنسبة أقل من ارتفاع سعر الصرف لأنه انتاج محلي فهيدي الأصناف يلي عم بيصير في عليا طلب أكتر أكيد يصار فيه انخفاض كتير كبير من مبيع اللحوم تعوضت شوي عنه باللحم الأبيض يعني بالدجاج ومنتجات الدجاج لأنه كمان انتاج الوطني عم بعوض شوي من ناحية ارتفاع السعر فالناس عم تتجاه لهذه الأصناف هيدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر